مواكبة العاصر الرقمي، الاستراتيجيات الابتكارية والتنافسية الاقتصادية هي محاور رسمت نجاح الاقتصاد الإماراتي في أن يكون بمنأً عن الخام الأسود الذي لم يعود الإبن البار له بعد تهاوي أسعاره فقد كشفت قمة عرب نت 2016 عن أن الإمارات قد حازت على نصيب الأسد من الاستثمارات المتعلقة بريادة الأعمال الرقمية والتقنية ما جعلها مركزاً رئيسياً للشركات الرقمية الناشئة استحواذ الدولة على الحصة الأكبر جاء بالتزامن مع حفاظها على صدارتها التنافسية العالمية لتفوز هذا العام بالمركز الخامس عشر عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم حرص الإمارات على تبني أحدث التقنيات العالمية شجع أكثر من 450 شركة ناشئة فيها على القيام بعدد كبير من الاستثمارات المتعلقة بريادة الأعمال الرقمية فتجاوز حجم تلك الاستثمارات 750 مليون دولار كما نوه التقرير الصادر عن القمة إلى أن الدولة تتصدر كذلك قطاع التجارة الإلكترونية البالغ حجمها عربياً نحو 7 مليار دولار والتسويق الرقمي البالغ حجمه مليار دولار ما يعكس طموحات الإمارات بشكل عام ومدينة دبي بشكل خاص لتصبح أكثر المدن ابتكاراً حول العالم كيف لا؟ وهي تحرص على استخدام التطبيقات الذكية عبر مشاريعها الحكومية لتسهم في تطوير الاقتصاد الكلي للدولة قوائم الصدارة لم تنتهي بعد فقد ذكر تقرير مركز التنافسية العالمي بأن الإمارات قد تقدمت في أدائها الاقتصادي من 66.298 نقطة في 2015 إلى 70.308 نقاط للعام 2016 مرتفعة بنسبة 6% كما حققت في قطاع الأعمال تقدماً وصل إلى 78.536 نقطة في العام الحالي بعدما كان 58.479 نقطة في 2015 مرتفعة بنسبة بلغت 34.3% إذن هي بصمات الطموح الذي تتخذه الإمارات منهجاً لينقلها من نجاح إلى آخر لنبقى بانتظار جديدها دوماً وما تخبئه لنا من إنجازات اقتصادية كبيرة نور قاضي أمين سي أم بي سي عربية